تعلق العمل باتفاقية الضرائب مع روسيا النمسا تفرج عن 17 مليون يورو مساعدات للفلسطينيين الداخلية تسعى لإلزام طالب اللجوء بالعمل الإلزامي مقابل المساعدات استطلاع مؤشر الاندماج يشير إلى أن وضع اللاجئين لا يحتمل ثلث طلاب المدارس يعانون من نقص المعلمين والسجن شبه المؤبد لمجريين قتل عراقي أثناء بيع سيارته مرحبا بكم في نشط الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم أعلنت الحكومة النمساوية تعليق الاتفاقية الضربية مع روسيا ردا على خطوة مواثلة من الجانب الروسي قبل أربعة أشهر وأوضحت وزيرة الشؤون الدستورية كارولين إيدشتادلا أن النمسا لن تطبق مؤقتا جميع أحكام اتفاقية الإزدواج الضربي المبرمة مع روسيا في عام 2000 والتي علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تنفيذها من جانب واحد مع 37 دولة في مرسوم صادر في الثامن من أغسطس الماضي بسبب تصعيد غير ودي بعد التطورات في أوكرانيا أعلنت الحكومة النمساوية اليوم الخميس عن إطلاق دفعات المساعدات المجمدة للفلسطينيين بقيمة 17.5 مليون يورو بعد تجميدها بسبب هجوم حماس وحسب وزارة الخارجية استعرض 9 مشاريع تنمية بدقة لضمان عدم استخدام الأموال لصالح حماس أو الدعاية المعادية لإسرائيل ضمن 5 معايير أساسية وأكدت الخارجية على عدم وجود دلائل على دعم المشاريع للإرهاب وأوضح وزير الخارجية شالنبرغ التزام البلاد بمعايير صارمة لمكافحة العنصرية والكراهية تسعى وزارة الداخلية النمساوية لفرض التزام أكبر على طالب اللجوء من خلال أعمال إلزامية في خدمة المجتمع وحسب الداخلية من الممكن أن تتضمن المساعي تقليص المساعدات المالية لمن يرفضون المشاركة لما لا تزال المقترحات ضمن النقاش ويتضمن المشروع توسيع نطاق الأعمال الإلزامية وعقوبات مالية للرافضين حيث يشمل ذلك تقليص المساعدات المالية بنسبة تصل إلى نصف القيمة بالإضافة إلى تحويل المساعدات المالية إلى مساعدات عينية كشف استطلاع حول مؤشر الاندماج الأخير بحسب معهد هايك لصندوق الاندماج أن 60% من النمساويين يرون الزيادة في تتفق اللاجئين غير قابلة للتحمل وبين الاستطلاع أيضا أن 33% متخوفين من جماعات الإسلام السياسي تلتها قضايا الصراعات بين المهاجرين بنسبة 27% واعتبر 56% أن الوضع سيء أو ليس جيد بينما يرى 41% منهم أن التمسك جيد أو مقبول إلى حد ما وتظهر نتائج توافقا بشأن صعوبة التعامل مع تدفق اللاجئين وطالب اللجوء حاليا وقد شارك في الاستطلاع ألف شخص أظهرت دراسة مقارنة التعليم بيسا 2022 التي أجرتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD أن 33% من الطلاب في سن الخامسة عشر يعانون من النقص في عدد المعلمين وحسب الدراسة ارتفعت هذه النسبة بشكل ملحوظ من 12% في 2018 و19% في 2015 لما تعتبر النمسا مقبولة مقارنة بالمعدل العالمي 47% وتشير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في الدراسة إلى أن تحديد متى يعتبر النقص في عدد المعلمين مشكلة فعلية يعتمد بشكل كبير على السياق الفردي لكل مدرسة أصدرت محكمة سالسبورغ أحكاما تتراوح بين 15 و 18 عاما على الشقيقين المجريين المدانين بقتل بائع السيارات العراقية وكان الشاب الأصغر قد اعترف بالجريمة وحكم عليه بالعقوبة الأكبر بينما نفى شقيقه الأكبر للتهم وحكم عليه بـ 15 عاما بالسجن فيما لم يتم الكشف عن مكان الجثة بعد ووفقا للرواية حدثت مشاجرة بناء على صفقة سيارة أدت إلى وفاة العراقي ووضع جثته في صندوق السيارة والحكم ليس نهائيا حيث قدم المتهم الثاني استئنافا فيما طالب الآخر بوقت للتفكير كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم ولمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق انفقرات على هواتفكم كنت معكم أنا بوثينا سلام ومسيئة سعيدة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة